السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والاخوان والاخوات مرحبا بكم مرة اخرى في قناتي ان شاء الله اليوم عندنا فيديو جديد عندنا حوتة معمرة بالشعرية وكندف لها بساطة وما تشعل حسب الاختيار بالنسبة المقادير ديل الحوتة معمرة كنحتاجو حوتة عندي حوتة هنا ماشي كبيرة متوسطة ملقية ومكسولة مزيان ومحيد لها العظام ديلها من الداخل وكنحتاجو شوية ديل الهريصة كنحتاجو الحامض حامضة معسرة كنحتاج ايضا زيتون شامبينيو وانواغ مرتب في الماء سخون بالنسبة الكروفيت اختياري يعني غير شي شوية والفلافل بالالوان والشعرية غير ميسة متاهية مرتبة في الماء والقصبر امعدنوس وشوية ديل الحامل مسير وهنا هي بالنسبة البطاطا اختيارية تعية كنت تديريها ولا ما تديريهاش وبالنسبة العطرية عندنا الملحة وشوية ديل كامون وشوية ديل تحميرة وشوية ديل البزار وشوية ديل العطرية ديل الحوت والبودرة ديل التومة كنا ناخده بانيو فاش غادي نديره تشرمولة ديلنا بالنسبة البودرة ديل تومة لعندك بودرة ديل تومة تقدر تديريها غادي نشدو العطرية كاملة غادي نخبيوها باش نبجدو تشرمولة ديل الحوت كم ديفون قصبر معدنوس وشوية ديل الحامل مسير تقرب نص اللي قد نص دياله بالنسبة له ريسة ايضا اختيارية اللي ابو تتفيها بالنسبة اللي مكيباش لحال انا بطغر شوية كندير الزيت العادية هذي غر شوي غي باش نجمعو هذي الحشوة ديلنا باش ما جيناش ناشفة بزاف وقد نعصر الحامضة بنسبة الحامض ضروري في الحوت بيعطيه واحد البناء زوينة الان ما كانش متوفرت قدري تديري معلقة ديال الخل هيا الحشوة بجدت لنا بها باش غالي منشرم الحوتة ديالي كما تلاحظو را حيت لها السلسول ديالها باش جيني سهلة في التعمار كنشت شوية تقريبا نشي ثلاثة دلمعالقة ديال الحشوة ديال تشارمولا تنذيرهم في الحوتة باش تشارم المزيان وكجيبنينة في الماداق مع الحشوة تايا كنجيبنينة تايا كنجيبنينة تايا كنجيبنينة تايا نشحروا غرشة شوية كما تعرفوا الكروفيت ضغية كي يتشحل نضيلي شوية ديال الملحة بكل بزار ونشحروا كروفيت ديالنا غرشة شوية بلنما يشد دلم دياله نحيده بالنسبة للكروفيت وخاك يكون قليل كي يطلق النكا دياله وانا قدرتوا اللول شحرته اللول باش يخلي لي البنة ديال الكروفيت في المقلاع اللي فيها قد نشحر الفلافل اللي عندي باش ياخدوا انك هذي الكروفيت كناخد واحد البنيون كنخليه حدايا فيه كنخوي اي حاجة شحرتها كنخوي في هذك البنيون كناخدوا الفلافل بالالوان الى ما كنوش متوفرين تقدري تستغني عليهم بدي رغير الى الخضر اللي كي يكون ديمة في الاسواق نشحروا شوية نضيف ايضا زيتو المقطع نضيف الكمية ديال الحامض اللي كاتبقي عندنا الحامض المسية تاوكي جيزوين مع الحوت كي اعتهل البنة ديال الحموضة نضيف شامبينيون وار اللي مرتبعة في الماء سخون كمية قليلة ماشي بززاف ودي ما كنبقوا وكنحركوا باش تغياء تشحر لنا نقلة ديالنا بالنسبة للشامبينيون انا ما تقطوش في الول حتى الاخير عاد كمريفون شامبينيون تايلة ما كانش متوفر عندك ماشي مشكل بالنسبة للحوشوات اللي كان متوفر تقدري تعمري بيه تقدري تدي غير شعرية بوحدي تامعة زيتون والفلفل الاخضرته هي كتجي زوينة كندير معلقة ديال الزبدة وكنضيف جوج معلقة ديال تشارمولة ديال الحوت اللي قديت في اللول باش كتعطيها واحد اللي بنينا زوينة لها ديك تشارمولة وذوك الفلفل تهما كي تخليهم العطرية كي يجو مشارم لين ديما كنبقوا وكنحركوا باش تغياء يتشحر لنا الحشو ديالنا سوف هنا غدي نحايد الحوشوة اللي دلتها وغدي نطفي على المقلة وغدي ناخد الشعرية الصينية غدي نحاول بحل غد نمسح بيها هديك المقلة باش تايت تخليها شوية ديال الحوشوة طبعا نضفت المقلة غدي غير ما غديش نشحرها غدي غير نخليها بحل غن نسح بيها المقلة وذيك راسوس اللي كتبقى في المقلة كتجمحها كاملة سوف يمكن نزيدوها على هذيك الحشو اللي عندنا ونحركوا كل شيء بالنسبة للشعرية انا قطعتها شوية رقيقة نقطع بالنقص سوف يمكن نحركوا على العناصر اللي عندنا كاملين مش كل شيء كل شيء عاكم انسجم مع بعضياتهم وكما حصلوا على واحد الحشو اللي كتجي بنينة بالنسبة ل هذيك البطاطا انا قطعت لكم في اللورة اختيارية لا بغتي نديريها تديريها ما بوتيش مشي مشكلة قدرت استغني عليها خليت شوية ديال تشرمولة على الغيدك اللي كي يكون باقي في البانيوخ اللي تتمه باش يتشحل وبالنسبة للطيام انا قدرتها غير في المقلاء العجيبة اذا ما كانت شعنك تقدري تديريها في اللاطا ودخليها للفران بتهيك الجيزوية في الفران انا قدرت نفرش البطاطا تقدري تفرشي بطاطا والبصلة والفلافل بالالوان نقطعين دواور كل ما تشكل ذلك يعني على حساب الاختيار اللي كان متوفر عندك تقدري تقضي بها الغارة هاي الحجا ديالنا لما تشربت من ذيانة شرمولة ديالها انا غالي نعمرها بحشوة نحاولوا منعمرها بزاعة باش ما ترتقش لنا ملكة تكون كالطيب وليس اطلنا شي حوشوة نقدروا نقدموها باردة في طبصلات ولها طيبة كل شي فيها طيب قدميها بحلها كبحل شاش لعضاء او طبصلات كترفعها مع الحوت كذيتها هي زوينة بالنسبة للحصوص اللي غادي نتقي بها الحوتها ديالي اللي كان عندك صوليس او لا ما تشهد الحك نعني نغي ما تشهد الحك نديرها في هذه الطبصل اللي كانت فيها تشارمولة باش تحجم الضع ندير الزحتر مع المرطشات الحك تقرب نشيجو مع علق ونزيد لها مع شوية الماء حتى كتولي لنا بحل الصوص تكون شوية جارية هي فاش غادي نطيبو هاد الحوتة ما غاديش نضيف لها قاعد الماء حيط البطاطة غادي تطلق الماء ديالها وايضا الحوتة تهيال غادي تطلق لصوص ومرطشات تهيال تطلق مريقل ديالها وليك تغلي ديرها في الفران ديرها في لاطة وغادي تسذيها بفقية اليمينيوم حتى كتحسي بها لاطة بساعتك تحييدي باش تجمر لك اللاطة ديالك وجيك للصوص معلكة وكتجي ضغيينة كتجي وقفة بالنسبة للمطاشة غادي نضيفها في الاخر زي كتطلق لما ديالها وكتطلق مزيان كتطلق لصوص ديالها صفي غادي نسد عليها وغادي نخليها طيب تقريبين عشرين تحق علي كتسرخد ديال الطياب او لاربع ساعة انا لها الخطة هو الشكل ديالها ضبارها الضابط بنسبة للمريقة ولا تخاطرات القتل مع ديالها والحشوات هي كالجبنينة في المعداق نتمنى تجربوا هالطبق رسال هو الاخوان والاخوات شكل النهائي للطبق ديال اليوم حزم عمرة شرية فيرميسال والفلافل كجبنينة ترفقها باي حاجة بغتي بالنسبة لك شرية اللي بقات رفقتها في الاخير وشكرا لكم اخواني اخواتي للمتابعة والا فيديو لاحق ان شاء الله ما تنسوا لي الشجام وكمنتر على هذا الفيديو هذا وشكرا لكم على المتابعة والا فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم